تواصل مصر جهدها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة في هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات واستقبال الجرحة لم تتوقف مصر عن دعمها الثابت للأشقاء في قطاع غزة عن طريق استمرار إدخال الشاحنات الإغاثية للقطاع استطاعت مصر حتى الآن أن تدخل ما يزيد عن أربعة آلاف شاحنة من المواد الإغاثية المتنوعة عبر بوابتي معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم ومنها أكثر من عشرين ألف طن من المواد الغذائية وعشرين أخريات من المستلزمات الطبية فضلا عن ما يقرب من إحدى عشرة ألف طن من المواد البترولية ولا يقتصر الأمر على الشاحنات الإغاثية فقط فقد دخل إلى المستشفيات المصرية ما يقرب من أربعة آلاف من المصابين الفلسطينيين وتم توزيعهم على عدد من مستشفيات العريش ورفح والقاهرة ويعد معبر رفح المصري من أهم المنافذ البرية لقطاع غزة والوحيد الذي لم يغلق أبوابه أمام الأشقاء منذ بداية الحرب كريم بيبرس التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر